الانترنت مفصول عن الشعب السوداني بدون وجه حق وهذا أمر غير مكبول وأمر خطير وأمر يعني مضر خسائر كبيرة جدا جدا للمؤسسات والشركات والعمل بشكل عام موغوف المعالجة الموجودة يجب أن تكون سياسية طالما المشكلة سياسية يجب أن تحل ويمضي الناس إلى الأمام يعني الليلة أصدرت محكمة مختصة حكما غضائيا يلزم الشركات الاتصالات في السودان بإعادة خدمة الانترنت على خلفية دعوة غضائية تقدمت بها جمعية حماية المستهلك الغضية هذه غضية حقيقية وحكم المحكمة حقيقي لكن حقيقة الموضوع هذا ما في يد شركات الاتصالات يعني شركات الاتصالات ما عندها حاجة ليس لها في الأمر شيء يعني ما بتقدر تعيد الخدمة الخدمة دي مقطوعة وممنوعة من الدولة من الغيادة الموجودة من التي تملك القوة فبالتالي غرار ليس غرارا غضائيا خاصة إن البلد في وضع بتاع طوارئ يعني الجهة المزئولة دي هي التي تحرك الأشياء وهي التي تصدر الغرارات يعني أنا ما معوّل كثير على هذا الغرار لن يغير شيء في الأمر فبالتالي غرار هو غرار مرتبط للمؤسسة العسكرية الموجودة الناس كلها تمشي في اتجاه أنه يحل هذا الأمر بالطرق المعلومة والمعروفة أنت عايز تأمشي في اتجاه بتقول إن البلد فيها مشكلة وفي ناس بحرضوا على العنف وعلى الفتن على كده خلاص أمشي في اتجاه إنك تعمل معالجات وتعمل حلول وتعيد خدمة الانترنت للعمل فصل الخدمة لهذه المدة الطويلة سيتضرر منه الاقتصاد وستضرر منه الناس والمؤسسات وفي مؤسسات حيقف حالة لأنها شقالة ومحتمدة على الإنترنت فبالتالي مفروض بشكل سريع يعني تعاد هذه الخدمة